هذا وتفقد رئيس عبد الفتاح سيسي معرض نصر دولي للبترول إيجابس 2023 في نسخة سادسة تحت الشعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط دعم العرض والطلب العالمي على الطاقة المستدامة واستمع الرئيس سيسي إلى شرح مفصل من وزير البترول وثروة المعدنية طرق البنلة حول أجنحة المعرض والذي أكد بدورها أنه يتم التركيز حاليا على التنمية المجتمعية والعمل على التحول الرقمي والخرائط الجيولوجية الإلكترونية لتستخدمها الشركات العالمية دون الحاجة إلى عمل مزايدات وكراسات طرح